قضاء سنجار غربي نينوى نقطة متأزمة في العراق تأخذ أبعادا دولية وتكشف عن مزيد من التناقض والمفارقات في الأحداث العسكرية الجارية ميليشيا يزيد خان التابعة لحزب العمال الكردستاني تصبح رأس الحربة في اشتباكات مع الجيش الحكومي الذي انتشر بشكل واسع في سنجار وضواحيها واستدعى ارتالا عسكري على خلفية التوتر الحاصل وحول سبب الاشتباك الذي يعدى الخامس من نوعه بين القوات الحكومية والميليشيات المرتبطة بالعمال الكردستاني أكد مصدر أمني أن مسلحي الميليشيات يريدون تحديد انتشار الجيش الحكومي في مناطق معينة ومنعه من دخول أخرى أو الانتشار فيها تدور هذه الاشتباكات وسط غياب من أي مؤازرة ودعم من ميليشي الحشد للجيش الحكومي تلك الميليشيات التي تربطها شراكة أمنية وسياسية أيضا مع ميليشيا بيكاكا لذلك لم تبدأ أي حراك تجاه الصراع العسكرية الدائر هناك مصدر الدشة والغرابة في حصول صراع بين الجيش الحكومي وميليشيا بيكاكا أن الحكومة في بغداد هي من دعمت وجود بيكاكا في سنجار وتكفلت برواتب أكثر من ألف عنصر منهم كما أكد مسؤولون في محافظة أينوى منهم قائم مقام مدينة سنجار محمى خليل الذي كشف في وقت سابق أن حكومة بغداد ما زالت تمد ميليشيا العمال الكردستاني بالمال والسلاح مؤكدا أن السيطرة الفعلية على سنجار هي لميليشيا بيكاكا والقضاء كله يدار من قبل إيران لهذه الأسباب يقلل مراقبون من نتائج تحرك الجيش الحكومي ضد ميليشيا يزيد خان لأن الكلمة الأولى والأخيرة في رسم الخريطة العسكرية في العراق هي للميليشيات بمختلف أشكالها طالما أنها تابعة لإيران اشتركوا في القناة